بوتين حلم العرش السوفيتي لن يترك بوتين يهدأ والمد الروسي يتآكل من الجهة الأوروبية وتحديدا أوكرانيا التي تعتبرها موسكو خاصرة غربية فحشدت القوات ونصبت الصواريخ وأصبحت تهديد باقتحامها أقرب إلى الواقع المحور الغربي ومن خلفه أمريكا اعتبر اقتحام أوكرانيا خطا أحمر والعسكر لا يرد إلا بالعسكر الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد روسيا بدفع ثمن باهض لو عبرت قواتها حدود أوكرانيا وصرح علانية أن أي دخول عسكري إلى أوكرانيا سيعتبر غزوا لها وفي إطار التصميم على المواجهة حذر بايدن من لجوء روسيا إلى عمليات عسكرية غير مباشرة مثل دعم ميليشيات انفصالية أوكرانية أو هجمات معلوماتية كل ذلك مسبوقا بدعم مالي لكييف بأكثر من 200 مليون دولار ومساعدات أمنية ودفاعية الدول الأوروبية لم تكن أقل حدة من واشنطن فجددت مواقفها الرافضة تماما لأي غزو روسي لأوكرانيا وأكدت على التعامل معه بحزم شديد المسؤولون الروس صرحوا بأن مسألة تحييد أوكرانيا عن الأحلاف الإقليمية تكفيهم وشددوا على ضرورة وجود ضمانات غربية بعدم ضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي وأن أي حل دون ذلك لن يثني موسكو عن العمل العسكري انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يعني إشراف الحلف على البحر الأسود حيث تشرف عليه كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا وهذه الدول أعضاء في حلف الناتو فإذا انضمت أوكرانيا فهذا يعني محاصرة روسيا مائيا تدرك موسكو أنه من دون تحييد أوكرانيا عن الحلف الغربي فإن استحواذها على شبه جزيرة القرم يبقى منقوصا إن لم يكن عبثيا وذلك ما يفسر شدة تمسكها بضم أوكرانيا أو تحييدها عن الحلف الغربي في أقل تقدير